اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 كان ما استقبلنا فيهن ده بس يا رب خلاص ما يا مام هتعددي ماش مالنا مو في حد بيدفع طرائب خلاص مصر كلها دفعت طرائب ما فضلش كرة حمادة لا حاول الله يا رب اي ناس والنبي اختي تطلع يتعقودي معاه ده عنده السكر والزعل وحش عشانه قولي له خلاص يا حمادة ما تزعلش ان شاء الله هتفرج حاضر يا ماما هادي اللي كنت عامل حسابه طول عمرك في الدنيا لوحدك بتقولك يا ابني يا رب محيات حبيبك النبي توقف جنبه وتخرجه من الازمة اللي هو فيها دي يا رب ازايك يا ميرفد مبروك ميرفد انا في حاجة مش قادر انام اللي اقولها لك يعني انا حسيت ان بابا زوادها شوية النهاردة وان خفت اللي يكون سيادة اللي هو الداي منه اه اصلا بابا طول عمره كده ما بيعملش اعتبار لاي حاجة انت بتقول لي يا حسام بابا عمره ما حيفكر بالاسلوب ده اللي حصل ده مجرد اجراءات شكلية انما بابا موافق عليك من اول لحظة وقال لي عمره ما كان حيوافق ان احنا نقرأ فتحة لا انت طلعت حساس قوي على فكرة انت وشوكو حلو علينا اوي 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 ليلى جابت بنت ايه اقبال لا انا عايزة بنت انت بتكلمي مين ساني واحدة حسام وانت مالك على فكرة انا عارف انت بتكلمي مين يا اروبة بس العلمك بقى شكل وحش حمادة احلى منه يا سلام هو عشان حمادة قاعد يلعب معاك وساب القاعدة كلها يبقى شكله احلى مربط ما تتجوزي حمادة شكله حلو امشي يا بنت من قدمي امشي واش نقصاكي ايه اهلو عام الحسن اتفضل يا ستة الكل يدي النور يدي النور اتفضلي ماما نونة مش ممكن وانا اقول ايه المزاهرات اللي برا دي ربنا ما حرمنا منك يا ستة الكل اتفضلي اتفضلي يا ماما نونة انا والله ما مصدق تشرب ايه شربه كتير قوي اتفضل يا حبيبي اتفضل عشان ما عطلكش طيب يا جماعة متشكرين اتفضلوا اتفضلوا على ما كتبكم اروح انا بقى احضر الكركة دي لستة الكل لسة فاكر يا محمود دي احلى ايام يا ستة الكل هي دي ايام تتنسي اه يا حبيبي اقعد يا كمال اقعد يا حبيبي الحاج يا خليل لو عارف ان جاي هنا كان فرش الارض رمز ازاي الاحوال طب منيني عليكي الاحوال مش تمام يا كمال ليه بس ايه اللي حصل قلقتيني حمادة ماله حمادة مش بقى كويس وخرج من المستشفى وزي الفل الحمدلله صحته الله اكبر صحته كويسه وزي الفل بس بقى المشكلة اللي واقع فيها كبيرة قوي الدرايب هتحجز عليه ليه؟ هو متهرب من الدرايب؟ لا والنبي ما تهرب ولا حاجة ما انت عارف حمادة هم كده اللي جون فجأوا وقالوا له عليك المبلغ الفلاني يا الدفع يا الحبس هو عليه كم يعني للدرايب يا مامانون؟ مليون ومتين الف جنيه كم؟ ده ده ما بيدفعش بقى من يوم فتح و ايه اللي خلاها سكت كده؟ اه اللي حصل بقى يا كمال مصيبة وقعت فوق دماغنا وبعدين يا ماما نونة هتعمله ايه؟ مش عارف يا كمال عشان كده انا جيت لك يا فطفض معاك عارفك طيب وحنين وبتحب حمادة عشان كده جيت اتكلم معاك لا دي دي مصيبة فعلا والمبلغ المبلغ كبير قوي يعني بقول يا كمال يعني لو ممكن تدفع لنا المبلغ واول المحل ما يمشي شوية نبقى ندفعهم لك يا ريت يا ماما نونة انت عارفة انا عمري متأخر عنك ابدا بس انت عارفة ظروفي انا الوديعة اللي انا عايش منها مقدرش افكها ده انا واخد فيلا في مارينة بدفع استها تلاتين الف جنيه في الشهر والله والله كل شهر ببقى مش عارف حسددهم ازاي يا ريتني ما خدتها وحتى مقدرش ابيعها لانها مرهونة للبنك لغاية ما تمنها يخلص انا انا والله ما انا عارف اقولك ايه انا مكسوف منك خالص لا يا كمان لا انا عارفة حبيبي لو كان معاك ما كنتش هتتأخر انا عارفة مش عارفة مش عارفة اعمل ايه مش عارفة اقول ايه والله يا ربي والله عمرنا انا ما عملنا حاجة وحشة فحد طب بقول يعني لو نقول لخليل بيه يدفع علينا المبلغ ونبقى نقصته له كل شهر وخليل مش غريب خليل متربي في بيتنا الحاج خليل راجل كويس قوي اماما نونة بس اه انا ما اقدرش اطلب منه اصل بصراحة انا اواخد منه صلفة كبيرة قوي وبسددها من مرتبي لما دفعت مقدم الفيلا هتبقى تقيلة قوي لما اطلب منه تاني انما عليش يا اماما نونة ممكن لو جات من حضرتك هيبقى لها وضع تاني وانت عارفة الحاج خليل بيقدرك قد ايه مش عارفة الله اصلا انت انا عمري ما استلفت من حد حاجة ده انت في منزلة ابني ومكسوفة وجاية قدم رجل واخر رجل ما يصحش يا حاجة هو يا ولا محمود والله ما حد مقدم لها الكرت يا ده غيري اهلا وسهلا ده احنا النهاردة عندنا عيد في الشركة والله اهلا وسهلا اهلا وسهلا مكافأ ربع شهر لكل الموظفين الا انت يا كمال خاص ليه بس يا حاجة عشان ما قلت ليش ان ست نونة مشرفان ربنا يخليك يا خليل بيه والله لسه بسأل عنا كمال والله مشرفان يا ست الكل اهلا وسهلا يا اهلا بيك لا ده انا حاسس كده ان انا عزول انا حاسبكم خمس دقايق خليكوا هنا انا جاي على طول تعايا محمود يا اهلا وسهلا اهلا يا ست نونة اهلا بيك ازاي حمده بيه؟ والله يا خليل بيه حاله لا يصر عدو ولا حبيب ايه حكاية خليل بيه خليل بيه؟ الله ما انت طول عمرك بتقوللي يا خليل تحب افكرت كنت بتقوللي ايه زمال؟ يا خليل اهلا بقى نفسي اسمع يا خليل دي والله خليت نضحك ده انا الهم اللي شايله الجبال متقدرش تشيله خير يا ست نونة ايه الموضوع؟ كمال بيه؟ انا سألت على حضرتك قالو انك موجود هنا اصل الحج عنده ضيوف في مكتبية انا راجعت عالطلبية اللي احنا بعتنا نستوردها من الصين مالها؟ لقيت ان احنا بدل من نجيب كونتينر نخليهم ثلاثة وهي المركب جاية جاية والسوق هيستوعب البضاعة كلها والله برافو عليك يا دكتور اشرف لا يا عم انت خلاص بيت جينرال مانيجر العفو يا كمال بيه احنا بنتعلم منك انت هايلي يا اشرف تلميزك يا كمال بيه ما تشليش همس تنونة اعتبر الموضوع ده خلص خالص بس لو سمحتي اديني يومين كده عشان اشوف السيولة هنا في الشركة اصلا دلوقتي ما بقيتش عارف حاجة في الشركة خالص كمال بيه و اشرف ابني هم اللي سيقين يقولو لشمال اقول حاضر يمين امين الودا اشرف ده كان لسه بيتمطط على حجري لا دلوقتي لو ش geldiة لي heart تعرفموش ده باقى زي الشاحط اما بعدها خليجي يسلم عليكي يا محمود نعم يا سعادة البيت انتهى الدكتور أشرف بسرعة حضر يا فندي نورتينا يا ستة الكل دكتور أشرف لحد دعاو السعادتك يا فندي بس يبقى ماما نونة بعتلك استدعاء يا أشرف يا دي وحشاني قوي ايه انت مشوفتانيش من امتى من ورا صغير أشرف ابني اه اهلا اهلا وسهلا أشرف مالك يا حبيبي وحشتك ده ليه ده كان ما عطقت وهو صغير ازاي حضرتك الله وحضرتك كمان ده بقى مؤدب كمان اللي يشوفو ما شوفوش وهو صغير اما كان يجي القصر عندنا ويقعد يتنطط على السلم فاكر يا خليل كانت أحلى أيام والله يا ستة نونة طيب انا بقى مضترة قوم عشان وراي حاجات كتير قوي لازم اعملها وانا هطمنك ان شاء الله هكلمك بالتليفون متشكرة قوي قوي يا خليل اتفضيلي عشان اوصل انا هوصلها يا حج لا والله ما حد موصلها اللي أنا اتفضيلي صباح الخير يا حماد أبي صباح الخير يا شاد الحقيقة يا حماد أبي انا كنت جاي عشان انا اسمع يا شاد انا ليون دول ظروف المادية زي الزفت لو ليك حساب أجله شوية يا حماد أبي انا مش جاي عشان اطلب فلوس انا جاي عشان اشكر حضرتك على اللي عملته معايا انا ما عملتش حاجة المبلغ اللي حضرتك بعدتهولي مع مسايد انا ما حصلش ازاي دع مسايد جالب نفسه وداني الفلوس يبقى داليا هاي اللي بقتتلك الفلوس دي الانيسة داليا انا حكيتلاها عنك وعن ظروفك المنيلة تلاقيك صعبت عليها يبقتتلك كم؟ الفين جنيه بس بيني وبينك يا حماد أبي جنف وقتهم وفكل زين أجامده قوي انا ما حد يفك زينيت انا كمان طيب ممكن اخد من حضرتك تليفون الانيسة داليا يا حماد أبي ليه ليه؟ عين ستليفون داليا ليه؟ عشان اشكرها على المساعدة قلت ايه يا أشرف مليون ومئتين ألف جنيه انت اكيد بتهزر يا بابا طب عشان ايه نعمل كده؟ يا أشرف يا ابني الست نونة دي عملت معايا كتير قوي ده هي اللي يجوزتنا وهي سبب الخير اللي احنا فيه ده كله وهي اللي رجعتك الشغل لما البشا زمان طردك وهي وهي خلاص يا بابا حفظنا الموال ده ما انت كمان حضرتك بتعمل معاهم خير كتير؟ يعني انت عايز تقنعني يا بابا ان كمال بيه عزه اللي انت معينه ومدير عام الشركة والمرتب المهول اللي انت بتدهوله ده مش خير انت بتعمله معاهم؟ ولما طلب منك سلفة عشان ياخد الفيلا بتاعت مارينة لزوم الشو بتاع عيلة عزه مش ادتله يا بابا؟ واخوه علاء بيه عزه اللي صهران لي لاتي في الكبريهات مش استلف منك خمسين الف جنيه رجعهم لك يا حج؟ حيرجعهم يا أشرف حيرجعهم دول ولاد أصول ما يكلوش حق أحد هايب يا أشرف انت ما تعرفهمكش يا بابا انا ابنك الوحيد واكتر واحد يخاف على مصلحتك وبعدين احنا الفترة الجاية داخلين على شغل كتير محتاجين كل مليم عشان السيولة وبعدين يا بابا من فضلك من فضلك سيبني أكبر الشركة سيبني أعمل حاجة في حياتي أيوة يا ابني بس أنا وعدت الست نونة نقدر نعتذر لها بطريقة مهزبة وخلاص لا 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 ما قدرش أقولها كده خلاص يا بابا أقولها أنا ولا أنت خلاص يقولها كمال بيعزه ما هو شغال معنا وأكتر واحد قدر بظروفنا أمر مع الباشا آه يا سياد صدر صدر أفل ببراكلة سمح تدخليش حد تعرف حسامنا بعزك قديو ومؤمن بك قديو وبشجعك على طول طبعا مع الباشا أفضل ما عليك هتفضل الدين فرقبتي طول عمري انت يا ابني في حد ذاتك نموذج للضابط الملتزم الجريء تي ما حدش يقدر انكرها دي شهادة كبيرة يا باشا عشان كده ما ترددتش في أنك تتقدم لبنتي ده شرف لا يا عمال باشا طبعا كان كان لازم نتعرف بالأستاذ حمادة والدك ونقعد معاه لاني يا ابني الجواز مش شركة بين اتنين بس ده شركة بين عائلتين ولازم يبقى فيه تناسب بين العائلات عشان كده سموه نسب الحقيقة الأستاذ حمادة والدك راجل لطيف وحبوب قوي يمكن وأخذ الحياة ببساطة زيادة عن اللزوم لكن مش هي دي مشكلة تعرف طبعا اني من حقي كأب لان انا اتحرى عن والدك وعن العيلة اللي هنناسبها طبعا باشا احنا بنشتغل في مراكز حساسة من الواحد قبل ما يحط ايده في ايد اي حد نهزي مدأة زيادة عن اللزوم مظمونا باشا الملف ده فيه بعض المعلومات عن والدك انا مش هتبر المعلومات دي نهائية قبل ما تجاوبني على بعض علامات استفهام عن والدك يعني مثلا موجود هناك ان الاستاذ حمادة اتجاوز ثلاث مرات اول مرة اتجاوز فيها كان من فوزيها يعني موالدتك وعدين اتجاوز عيشك دي كانت شغالة تقريبا عندكو في البيت او بنتي الشغالة او بنتي الدادة حاجة زي كده دي اللي يخليك منها ابراهيم الولد الثوري بيضح حرك الطلاب من اجل التغيير مظبوط ايو ماليوش وعدين اتجاوز مؤخرا من واحدة ارمالها صغيرة في السن اسمها ايناس مش كده ايو ماليوش مكتوب عندي كمان انه جوز مرتين عرفي من واحدة رقاصها وبنت صغيرة كارب تشتعل موديل بتاعت اعلانات انت كنت تعرف ده؟ لا ماليوش كمان المركز المالي بتاع استاذ حمادة وحش كده علي مبالغ مهولة للضرائب والتأمينات وديون العمل اللي كان بيشتعل معاهم في حكاية الليعب دي يا ابن ظروف المطلخبطة دي ممكن يكون نهيتها السجن لو ما تحلتش عليش حسام يمكن كلامي بقى قاسي شوية لكن احنا لازم نفكر بعقل وروية وأرجوك ما تفهمش من كلامي ان انا برفض جوازك من بنتي مرفت انا شايف انك قبل ما تبتدي حياتك الجديدة لازم تزبط الاساس اللي هتبني علي حياتك يعني تقرب من ابوك شوية انت ساعده مش عيب ومحتاج لك درويتي اكتر من اي وقت فات انا شايف ان احنا مش مستعجلين على الجايس ولا اترايك ايه اللي تشوفها مع الباشر ارجو يا ابني ان كلامي ما يكونش دايك العفو مع الباشر اه يا عامر شكرا فضل اسمعيني بس يا كريستين افهميني انا مش بتكلم عشان حمادة انا اللي فارق معايا ماما نونة اصلها عمرها ما تعرضت لموقف زي دا اسمعك كمال حمادة مش بيبيا كل ما يوقف مشكلة احنا لازم ندفع طامن حمادة دا راجل كبير ولازم ياخد مسؤولية على عمله وماما نونة هي شسبولت حمادة هي خلابها كده وهي كمان مسؤول انا بقول يعني يا كريستين علشان خطر ماما نونة نتصرف في المبلغ وبعد كده نبقى ناخده من حمادة ان شاء الله حتى يبيع المحل بتاعه وبيت في لندن لسه ما دفناش اكساته زياني ومساريه في كورسي سالشان جوليا انت كمال مش ياخد قرار لوعدك هنا الو ايوه يا كمال ازايك يا حبيبي واللي هو خليل ما اقلكش حاجة لا اصله قلنه هيطمني وما اتصلش بيا انا الحقيقة مش عارف اقولك يا ماما نونة الحاج خليل بيعتذرلك قوي كان نفسه يعمل حاجة بس اصلنا عندنا شغل كتير وعاوز كل مالين في الشركة الراجل مكسوف قوي ده حتى مش قادر يكلمك بنفسه معلش تفرج من حتة تانية ان شاء الله ربنا مش هيسيبنا ابدا تصبع على خير يا حبيبي طب ما تاخد قرد من البنك يا حمادة يا ريك بس اوه فين انا عندي زبونة جزه مدير بنك ممكن اكلمها لك وهو القرد يبقى بضمان المحل طب ما تكلميها مستنية ايه اكلمها ايه الو هاي النبيلة ازايك عاملة ايه احنا يستي عايزين من جوزك خدمة اه الاستاذ حمادة عايزه جوز ايناس اه ايناس بتاعة البيوتي سنتر تسبونا عندك يا فلحة طب اندهالي طب ايناس حتكلمك اهيه الو بولبولة ازايك يا روحي عاملة ايه الحمدلله اصل حمادة جوزي عايز يقدم على قردم البنك من عند جوزك اه بضمان المحل طب يروح له امتى اوكي بتكلمه ده نص صعب الكتير هيكون عنده مرسي قوي يا روحي وصي جوزك بقى باي ان شاء الله يا حبيبي هتتحل مرسي يا جيجي مرسي قوي يا ناس مرسي على ايه يا رجل انت هو انا غريبة عندك ده نمراتك حالا هروح له باي هوا البنك فين بالزبط هنا جنبنا في البعادي اسمه بنك ايجيبت ايكونومي هتروح عند المدير اسمه الاستاذ حافظ حفن هتقول له انا جاي لك من طرف مراتك انا سمعه هي بتكلمه على الخط التاني باي 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 روحي يا حبيبي ما تعميلش في نفسك كده انت لو عيزني يروح للسياجة الليوة وامراته وفاهيمه معا كل حاجة حروها واقلهم ان احنا اصلا مناش اي علاقة بالراجل session واصلا هو ما كانش جاي هوا اللي اصروا انو يحضر وبعدين كل علاا وفيها مشاكلها يا حبيبي واخنا مش مافوض نتكسب لحاجات دي ولو كان سياجة الليوة معترض على التصرفات ابوك احنا معترضين اكتر منا انا زهيت اماما زهيت من حياتي كلها ظهر مكتوب علي أفضل طول عمري أدفع ثمان غلطات أبويا هي أمه السبب في كل اللي بيحصل ده فد تدلع فيه لحد ما بقى كده وعمره ما هيتصلح فأحسن حاجة ليه إنك تنسى وتطلعه من دماغك خالص أنسى أنسى إزاي بس يا ماما ده أنا مربوط بيه عامل زي اللي متشعلق من رابته حسام حمادة عزه هينسى إزاي إن أبوه حمادة عزه ربنا يخليك إلينا إناس ربنا يقدرنا على رد جميلك ما تقوليش كده يا ماما جميل إيه بس هو أنا كل ما حسني خلاص بقيت واحدة منكم تقوليلي الكلام ده برضو حمادة يا إختي تأخر قوي عند الرجل بتاع البان كده ما دام اتأخر يبقى خير تلون بيناقشوا شروط القرد والحاجاتي أه حمادة جاء خير يا حمادة عملت إيه ما نفاتش ليه عشان أخد قرد لازم أقدم شهدات تثبت إن أنا دفعت الضراهب والتأمينات وكل الفلوس اللي على المحل طب وبعدين هنعارف بقى ولا يهمك أنا هقدم على قرد بضمان المحل بتاعي وحتفعلك الفلوس أنت عصيلة قوي قوي يا إختي ربنا يخليك إلينا إناس ما تقوليش كده يا ماما أنا غصبا عني لازم أعمل كده هي السبت اللي ما تقافش جنب جزا تبقى زوجة برضو أنت مبوزة لي بس يا بيضا هكتحل طول ما أنوس وراك ما تخافش ما يكفها لسداتها إبراهيم أحضلك العشاء بقى ما ليش نفسي طب ما لك إبراهيم ما فيش حاجة لو سمعت أما وصبيني في حالي حاضر يا خوري حاضر مالك يا حبيبي فيه ما فيش حاجة بس مش عارف أركز أعمل لك بيت شاي بقى هي اللي حتخليك تركز يا ماما قلتلك مش عايز أشرب حاجة عقولها مئت مرة بيتا ماريا ياهو ده ما بقاش بيتا بقى مستاذ صالي على النبي كده يا ابني واستهدى بالله أنا هخش المستاذ شفيه أقولي هو ابدي الصوت شوي واستهدى بالله باربعة بيتا ماريا بيتا ماريا ياهو بيتا ماريا بيتا ماريا أموري بيتا ماريا ممكن يا استهدى الشفيه الولادي وقته صوته مشوية عشان إبراهيم مش عايف يزاكر أول أول من عليق الاثنين بس يا معصوف الرقم منك ليه ماتي رقيش يا استهدى الشفيه أنا حديهم مواجب يعملوه صفحة 14 لكتبوها 25 مرة وهما سكتين كتر خرج يا أستاذ شفيق، تصبح على خير وأنت من أهله خلاص يا إبراهيم، أنا كلمت لو أستاذ شفيق وقال لي مش حيطلو حس خاص أنت بقى عوات زاكر يا حبيبي ولو احتاجت أي حاجة أنا مش هنالك حفظ الصحي، ماشي؟ أنا هنا جنبك يا جماعة حرام عليكم حرام عليكم وكنا مش عافيني زك وقال ليش يا زب طيب، اخناسيين يا سيد خير يا إبراهيم نعم هي قبل عيشة موجودة؟ نايمة طيب مش عايزة أي حاجة يعني؟ لا وإنت مش عايز أي حاجة مني؟ مش عاوس حاجة هو إنت مالك يا أستاذ إبراهيم؟ يا ستة مفيش، مفيش حاجة سبيني في حالي بقى، أنتو عايزين مني ايه؟ فيني حاجة يا أستاذ إبراهيم؟ أيوة ما هنقصاك إنت كمان يا سيد يا وحد كلمك، ما كل واحد يخليه في حاله أحسن دي حاجة تقري فيه ايه؟ مالك يا إبراهيم فيه ايه؟ طيب، زهاية من العيشة أو اللي عايشينها؟ يا رب خدني بقى، أنا حاسة أنا عايش في جهنم بعد الشارع عليك يا إبراهيم، مالك يا بني؟ ما إحنا عايشين أحسن عايشة؟ تحب أوريك يا أحسن عايشة عايشينها؟ دي، تبقى الصفرة بتاعة لويس الرابع عاشة أما ده بقى في بقى الريسيبشن، اللي بنستقبل فيديوهنا من البشوات والهواني ده، يبقى السويد بتاعي، جناح الأميرة عايشة والشباك الجميل قوي دوت، يبقى التراس، اللي طبعا بيبص على النير بوه هنا يا بشاكوزي، ما انت عارفها؟ أما كان بشيك قوي ديت، ما تبقى السرير اللي بينام عليه إبراهيم بيعزه يا شيخة، يا شيخة ده احنا عايشين عايشة الكلاب مش عبك عايشتنا يا إبراهيم؟ ما تستعر منني يا إبراهيم؟ طب ما تروح لابوك؟ روح القصر؟ ما هم ياما تحايلوا عليك وأنا تحايلت عليك، وأنت اللي مرضيتش؟ كل واحد ينام على الجنب اللي ريحه يا إبراهيم وأنت لو رتحت هناك، صدقني أنا حرتح هنا، آه حرتح هنا هي الأم عايزة إيه في الدنيا، غير إن ابنها يبقى مرتاح يا حمادهبي، أنا لو كان علي أصبر وأستنى أنا عايش في خيركو أكتر من تلاتين سنة إنما العمال والمصدفين اللي عالدينا ما يقدروش يستنوا دول فاتحين بيهو، عليهم مسئوليات يعني أنا أجيب لك من هنا يا سعيد، إنت أفضل فهمش؟ بقول لك المحل عليك ديون وضلائب، هيتحجز عليه شوف أنا في إيه وإنت بتكلمني في إيه؟ حاضر، حاضر يا حمادهبي، أنا هنزل أتكلمهم كلمتين وأصبرهم شوية صباح الخير يا حماده، صباح الخير عني يا قط إيه مالك، مزاجك كده مش عاجبني؟ نعم شوية، مساكل كده في الشهر الحانة كنت جايلك في موضوع صحيف جداً بس مش عارف أبتدي منين؟ موضوع إيه؟ نوال أختي على فكرة نزعلان منها جداً إنت يرضيك علاء، ده لي تروح لها ألمانيا ما ترداشتها قابلها، إيه ليت الزوق دي؟ معلش، معلش يا حماده، نوال بتمر بظروف صعبة جداً بعد وفاة جزهة بقتها المسؤولة عن تربية أولادها، بقتها ليهم الأب والأم وإنت عارف الجربة صعبة قد إيه؟ معلش عموماً المسألة اللي أنا كنت جايلك فيها عايزة تكلم فيها أنا وإنت لوحدنا قبل ماما نونة ما تاخد خبر مسألة إيه؟ نوال محتاجة فلوس، وزي ما إنت عارف هي عايشة في ألمانيا الوحدة، وما فيش حد هناك بيقف جنب حد عشان كده بعتت لي توكيل ببيع البيت أنا هي البيت البيت اللي إنتوا قاعدين فيه؟ بيتنا البيت باسم نوال يا حماده إحنا بس قاعدنا سكتين المدة دي كلها عشان خاطر ماما نونة وخاطرك طبعاً البيت ده بيت العيلة وتربنا في كلنا وقضنا في أجمل أيام حياتنا أبويا الأول مات الله يرحمه، بعدين أبوك الله يرحمه مات وماما نونة هي لربتنا كلنا وطبعاً يعز على الواحد إن هو يجي بعد العمر ده كله ويطلب منها إنها تسيب البيت لكن أحياناً الظروف بتبقى صعبة جداً وبتضطر الواحد إنه يعمل حاجات ما كانش ممكن يتخيله إنه يعملها هنسيب البيت نروح فيني أنا باقترح إنك تاخد شقة صغيرة متهيق لي أنت وماما نونة مش محتاجين لأكتر من كده الأصر بقى كبير قوي عليكم وحتى لو حبيت تقعد مع المدام بتاعتك لحد ما تزبط أمورك مفاش إشكال أنا ما عنداش أعمل حاجة زي كده لقد أنا ظروف صعبة والمحلة هيتحجز عليه عموماً أنا هحاول أخر الموضوع قد شهرة كده ولا حاجة لحد ما ترتبوا أموركم معلش يا حمد أنا آسف سلام سألني يا معالا أنا على الفكرة مش قادر تصور الكريم اللي إنت قاعد تقوله حتى لو البيت بإسمي نوالي إحنا لنا فيها أخي إحنا إش العمرنا كله في البيت ده مش بسهولة نخرج منه كده إيه ده بس كده معايا يا حمادة وبلاش الكلام الفاضي اللي بتقوله ده مفيش حد فينا لو أشياء في البيت ده غير نوالي إنت إيه ناسي ولا إيه؟ عزو باشا الله أرحمه ووزع كل أملاكه على أبويا وأبوك بالعدل أبوك خد الشركة وأبويا خد البيت ده والشاقتين اللي قاعدين فيهم أنا وكمالي يعني كلنا فادنا وده نصيب نوالي لازم تاخده في الآخر أنت بتكلم كده كمالا كدنا خلاص خدنا قرار ببيع البيت القرار ده مش لنوالي وحدها اشتركوا في القناة